لديهم وسيلة لتخفيف الألم عشرة أطعمة لذيذة تحتوي على الألمغنسيوم المغنسيوم وهو أحد المعادن التي يحتاجها الجسم أكثر من غيره يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة تتراوح من انخفاض الطاقة إلى التنميل والتشنجات في اليدين والقدمين والذراعين والساقين لهذا السبب من ألمهم للغاية أن يكون لدينا ما يكفي من ألمغنسيوم في أجسامنا من أجل تجنب نخص الألمغنسيوم بالطبع نحتاج إلى تضمين الأطعمة الغنية بالمغنسيوم بشكل أكبر في نظامنا الغذائي في هذه المرحلة نواجه على الفور ماذا يوجد في الألمغنسيوم ما هي الأطعمة التي تحتوي على الألمغنسيوم تنشأ مثل هذه الأسئلة دعنا نتعرف على الأطعمة التي تحتوي على الألمغنسيوم الآن دون أن ننسى أتساءل عما إذا كان جسدي يحتاج إلى الألمغنسيوم أولئك الذين يعتقدون أنهم يجب أن يستشيروا طبيبهم في أقرب وقت ممكن ولا يهملوا اتخاذ القياسات اللازمة ويجب عليهم بالتأكيد إلقاء نظرة على أعراض نخص الألمغنسيوم المذكورة هنّا تسعة نصائح مهمة لمساعدتك على فهم ما إذا كان لديك نخص في الألمغنسيوم ما هي الأطعمة التي تحتوي على الألمغنسيوم من الخضروات إلى المكسرات العديد من الأطعمة التي يمكنك تناولها خلال النهار هي من بين الأطعمة الغنية بالمغنسيوم من الأهمية بمكان تناولها باعتدال وبشكل منتظم فقط كنا حذرة إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الأطعمة التالية فلا يجب أن تتناولها أبدا وإذا كنت تعاني من نخص الألمغنسيوم فيجب عليك استشارة طبيبك ولا يجب استخدام هذه الأطعمة كعلاج بمفردك وبالطبع يجب عليك تناول المكملات الغذائية التي يراها طبيبك مناسبة ودعنا نتركك بمفردك مع الأطعمة التي تحتوي على الألمغنسيوم الخضار الورقية الخضراء تعد الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة وخاصة السبانخ والسلق من بين الأطعمة الغنية بالمغنسيوم من أجل الحصول على الدعم من هذه الأطعمة من ألمهم تناولها في شكلها الطبيعي قدر الإمكان لذلك بدلا من طهيل خضار مثل السبانخ والسلق يمكنك تحويلها إلى سلطة في شكلها الطازج وتناولها بهذه الطريقة الشوكولاتة الداكنة التي تعرف بأنها أصح أنواع الشوكولاتة هي أحد الأسماء التي تدعم أجسامنا من حيث الألمغنسيوم وأكثر بكثير مما تتخيل لهذا السبب يمكنك تفضيل الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو 60 أو أكثر ويمكنك تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام طالما لا توجد حالة معاكسة ستؤثر على صحتك ويوصي طبيبك بذلك طالما إنك لا تفوت العلامة بالطبع المكسرات وخاصة اللوز والجوز والكاجو من بين الأطعمة الغنية بالمغنسيوم لكن أحذر فإن تناول المكسرات المحمصة بشكل مفرط وسلاش أو المكسرات المتبل لتلبية احتياجاتك من المغنسيوم قد يضر أكثر مما ينفع لهذا السبب عند تناول المكسرات تأكد من اختيار المكسرات الطبيعية وغير المملحة قدر الإمكان وأحرص على عدم استهلاك أكثر من حفنة في اليوم ألب قوليات حان الآن وقت الألب قوليات من الفول المجفف إلى العدس يمكنك استخدام الألب قوليات التي نستخدمها كثيرا في مطبخنا كدعم لتلبية احتياجات جسمك من المغنسيوم أفوكادو من المسلم به أنه ليس اسما مشهورا جدا في بلدنا فمن يحبونه يحبونه ومن لا يحبونه لا يحبونه على الإطلاق ولكن عندما يحدث نقص المغنسيوم تأخذ الفوكادو مكانها بين الأسماء التي تنتظر دعم أجسامنا علاوة على ذلك فهو أحد الأسماء التي يجب أن يدعمها بالتأكيد أولئك الذين يرغبون في تناول الطعام الصحي ليس فقط بهذه الميزة ولكن أيضا بالألياف الغذائية وغيرها من المعادن والفيتامينات القيمة في محتواها موز الموز الذي نعتبره مصدرا طبيعيا للبوتاسيوم ليس فقط غنيا بالبوتاسيوم ولكن أيضا بالمغنسيوم ربما يكون أحد الأسماء التي ستجعل أولئك الذين يفكرون فيما يوجد في الألمغنسيوم أكثر سعادة لأنه يكفي تناولها وتناولها دون معالجتها سوء المغذيات المحتوية على الألمغنسيوم مصرى عناق صواح شعر بالتعب أولئك الذين يأكلون صحيا والذين يتبعون نظاما غذائيا يفضلونه بسبب غناه بالألياف الغذائية والامتلاء على المدى الطويل يغلب القلوب الآن لدينا سبب آخر لنحب الشوفان الشوفان أيضا يأخذ مكانه على رأس قائمة الأطعمة التي تحتوي على الألمغنسيوم طماطم دعنا لا نتصفح قائمة الأسماء التي يجب عليك بالتأكيد تقييمها عندما يأتي الموسم عندما يحل الصيف وتبدأ الطماطم البندورة الطرية في احتلال مكانها على العدادات فأعلم أنها أيضا من بين الأطعمة التي تحتوي على الألمغنسيوم للاستفادة من هذه الميزة طبعا تناولها في شكلها الطازج دون طهيها فاصوليا خضراء الفاصوليا الخضراء هي أحد الأطعمة الصيفية الغنية بالمغنسيوم تماما مثل الطماطم لا تنسى أن تعرف قيمتها عندما يأتي الموسم مهندس والخرشوف نذير الربيع نعم فهو من الأطعمة التي تحتوي على الألمغنسيوم ولا يمكننا إنهاء العد بفوائده بصرف النظر عن المغنسيوم فإنه يحتوي أيضا على الكثير من الألياف الغذائية والكالسيوم والحديد والمعادن الأخرى مثل البوتاسيوم سوء